اشتركوا في القناة لكن انا اعطيك وصايا تجعلك تسعى ان تنجو من النفاق في امرين لا يعني ان من تحلى بهما ليس منافقا هذه اعمال قلوب ليس لي ولا لي احد ان يتكلم فيها لكن دلت السنة على ان الذي يريد ان ينجو من النفاق يتحلى بامري الاول لا تفوتنك صلاة العشاء والفجر في جماعة لما قال عليه الصلاة والسلام انها اثقل الصلوات على المنافقين كان حريا بالمرء ايا كان حال في سفر او في اقامة ما استطاع ان لا يجعل صلاة الفجر والعشاء تفوته في جماعة فهي نور يقذفه الله في قلبك يزيدك اتمئنا على طريق سيرك الى الله الامر الثاني اذا وقعت ما بين احد بينك وبين احد خصوبة سواء كان من الادنين كزوجتك وولدك وجارك او من البعيد الذي لا تعرفه كمن تلقاه في الطرقات او ممن يبغض اليك في المجالس فتشارك الناس في ذنبه قال عليه الصلاة والسلام عن المنافق واذا خاصم فجر فبعض الناس اذا نازع ترى ان المسألة تهينة اخطأ زيد او عمر في فتوى او في مسألة او زوجه في تقديم طعام او تأخيره او جار في عبث ولده او لاوه او اخاه في اتيار موعد او تأجيله ولا يحتمل الامر كل هذا لكنه عياذا بالله تجد خطابه يبالغ وكأن الامر شيء عظيم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عد المنافق قال واذا خاصم فجر فانت لا احد اعز عليك من نفسك فلا تقبل ان تسمح صوت المؤذن في العشاء حي على الصلاة حي على الفلاح وتأبى ان تأتيها ولا تقبل ان يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في الفجر وتأبى ان تأتيها انت عندما تسعى كل خطوة تقربك الى المسجد تبتعد بك عن النفاق كل خطوة تقترب بك الى المسجد تبعدك عن النفاق هذا هو المضمار الذي يتنافس فيه المتنافس وقد قلنا ونحن نعلم وانت تعلم الله لو ان ملكا من ملوك الدنيا جلس او اسند ظهره في مكان عالي ورأى احدا ورأى احدا يمشي الى قصره يطربه وترك ملوك الارض غيره يستحيى ان يرده مع انه لا يوجد ملك يعطي الا وينقص من خزائنه بمقدار ما يعطي فهو قبل ان يعطيك فيكثر ينظر في نفسه يخاف ان يكثر فتنفد خزائنه ولله المثل الاعلى انت تقدم على بيت من بيوت الله والله جل وعلا ليس كمثله شيء يراك ويرى خطواتك ويرى انك جئت تطلب فضله فاذا كان من خلق الله فيهم المرؤة والرحمة ذلك صنيعهم فكيف بصنيع الله جل وعلا بمن قدم على بيته يطلب فضله ولا يظن بالله الا الظن الحسن ثم نزيد مع العلم واليقين ان خزائن الله لا لا تنفد قال الخضر لموسى لما نقرأ الصفور في البحر قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر وفي الخبر الصعيح عند مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر اللهم انا نسألك من فضلك العظيم اللهم انا نسألك من فضلك العظيم والحمد لله رب العالم